دلوقتي خلونا نروح لفاطيمة بقى عشان تعرفنا على درجات الحرارة جو يمكن برد كده من المبارح بالليل ونهاردة الصباح هنشوف دلوقتي يا شازلي إيه اللي هيكون النهاردة في أحوال التقس وهيئة الأرصاد بتتوقع أنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء تقس هيكون مائل الحرارة على القاهرة الكبرى ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد بالليل التقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وهيكون معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد كما النهاردة هيكون فيه نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة هلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة القاهرة العظمة 29 الصغرى 15 إسكندرية 22-16 مطروح 20-15 سيوى 27-12 بورسعيد 23-17 دوميات 22-16 إسماعيلية 29-15 سويس 29-16 أما في العريش 24-15 طابة 30-21 كاترين 28-16 شرم الشيخ 33-24 الغرداء 33-24 في يوم 30-17 بني سويف 31-18 المينيا 32-20 أما في أسيوت 33-20 سوهاج 34-22 إنه 35-24 الأقصر 37-26 أسوان 40-28 الوقت الجديد 38-24 شلاتين 34-23 حلايب 32-25 وزي ما حضراتكم تابعتم معنا دي كانت جولة مفصلة لأحوال التقس المتوقع النهاردة وعرفتنا طبعا ما حضراتكم درجات الحرارة متوقعة في بعض المحافظات أو في كل محافظات مصر نتابع مع حضراتكم فقرات صباح الخير بقية مصر لكن مع شازلي وهدير شكرا لك أخطيم